دائما ما يتساءل الجمهور عن أغلى وأجمل ملاعب كرة القدم في العالم والأسباب التي تجعل تكلفة هذا الملعب أكثر من ذاك قد يتفاجأ الجميع أن بعض هذه الملاعب التي تصنف ضمن الأغلى في العالم ليست لأندياء أو متخبات مشهورة على الصعيد العالمية وأمور عديدة تدخل في حسابات تكلفة الملعب وتزيد من ثمنه فمثلا التصميم المعماري والبناء الخارجي للملعب وأيضا الاهتمام بالمرافق العامة على أعلى طراز بالإضافة لإدخال التكنولوجيا الحديثة للملعب والاعتناء بنظافة وترتيب المدرجات وعددها وبالتأكيد أرضية الملعب عندما تكون بجودة عالية ستزيد من ثمن الملعب في هذا الفيديو سنتعرف على أغلى وأجمل الملعب في العالم ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة والعجاب بالفيديو والضغط على الجرس ليصلك كل جديد عن كرة القدم سابعا السادلوسيل قطر سادلوسيل هو واحد من الملعب التي تم تشهيدها قبل بداية كأس العالم في قطر حيث بدأ العمل على بنائه في عام 2017 وتم افتتاحه بالعاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر 2022 أي قبل أشهر قليلة من بداية المونديال وهو يملك أكبر مساحة مدرجات من ملاعب مونديال حيث أنه يتسع لثمانين ألف متفرج وتم تزويده بأحدث تقنيات وجاء تصميمه بشكل رائع حيث أنه السوحى تصميمه من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنان العربي التقريدي أو الفانوس وتم تشهيده بتكلفة تصل إلى 767 مليون دولار سادسا ملعب كريستوفسكي روسيا هو ملعب نادي زينيت الروسي الذي يلعب عليه مبارياته في الدوري المحلي وفي البطولات الأوروبية يتسع هذا الملعب لثمانين وستين ألف متفرج وتم افتتاحه في العام 2017 وتكلفته الإجمالية بلغت واحد فاصل واحد مليار دولار ولقد استضاف هذا الملعب بعد مباريات كأس العالم 2018 وبعد مباريات كأس أمم أوروبا 2020 خامسا الملعب الوطني سينغافورا هو الملعب الرسمي الذي تقام عليه مبارية منتخب سينغافورا الأول الودية أو الرسمية افتتح هذا الملعب في عام 2014 وتبلغ طاقته للسعابية 55 ألف متفرج وتكلفته بحدود 1.37 مليار دولار وتقام عليه العديد من مباريات المسابقات المخالية في سينغافورا كما تقام عليه مباريات رياضة الريكبي والكريكيت وألعاب القوى رابعا ملعب توتنهام اوتسبر انجلترا يقع في مدينة توتنهام وهو ملعب نادي توتنهام اوتسبر انجليزي الذي يخوض عليه مباريات الدوري والبطولات الأوروبية تم افتتاحه في عام 2019 وسعته 62 ألف متفرج وبلغت تكلفته 1.33 مليار دولار وهو أحد أغلى الملاعب في انجلترا هو ملعب متعدد لاستخدامات أيضا حيث يمكن إقامة الحفلات عليه بالإضافة لمباريات نفل ويعرف أيضا باسم ملعب وايت هارتلين حيث كان اسمه هكذا قبل أن يهدم في عام 2017 ويتغير اسمه ثالثا ملعب ويمبلي انجلترا ملعب ويمبلي غير مخصص لأحد الأندياء الإنجليزية بشكل محدد إنما هو ملعب مملك لاتحاد كرة القدم الإنجليزي حيث يجري عليه بعض المباريات النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وأيضا استضاف هذا الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة وتقام عليه بعض مباريات المنتخب الإنجليزي وتم افتتاحه عام 2007 وتبلغ سعته الكلية 90 ألف متفرج وبلغت تكلفته 1.5 مليار دولار وهو أكبر ملعب في بريطانيا وثاني أكبر ملعب في أوروبا ثانيا ملعب أليجيانت الولايات المتحدة الأمريكية يقع هذا الملعب في باردايس نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية ويصدف هذا الملعب مباريات نادي لاس فيغاز ريدز الأمريكي سواء المخالية بالدوري الأمريكي أو القارية وتم افتتاح هذا الملعب سنة 2020 بتاريخ الواحد وثلاثين يوليو وهو مغطى بالكامل من الخارج وبلغت سعته الإجمالية 65 ألف متفرج وقدرت تكلفته بمبلغ 1.9 مليار دولار ويعتبر هذا الملعب من أحدث وأكبر الملعب في العالم إلى جانب ملعب سوفي أولا ملعب سوفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هذا الملعب أكثر ملعب تكلفة ويقع في إنجليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية ويحتضي المباريات الدوري الأمريكي وهو الملعب الرسمي لنادي لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس شارجرز وتبلغ طاقته للسعابية 70 ألف متفرج وبدأ إنشاؤه في عام 2016 إلا أنه تم افتتاحه بشكل رسمي في عام 2020 وبلغت تكلفته الإجمالية 5.5 مليار دولار إن هذا الملعب مزود بالعديد من التقنيات الحديثة ووسائل الراحة وهو تحفة معمارية مميزة تم تشهيده من قبل شركة تصميم المعماري وتم اختياره كأفضل ملعب بالعالم في عام 2020 ترجمة نانسي قبل شركة ترجمة نانسي قليل ترجمة نانسي قنقر